كثير بنسمع عن موضوع مقلق للأهل واللي هو تصرفات وسلوك الأطفال اللي بيتغير فجأة ممكن يتحول للعدائية وممكن أسئلة كثير يطرحوا ما كان ابني هيك فجأة تغير سلوكه شو السبب ليش عم يتصرف بهذه الطريقة حتى ممكن يوصل شكاوى من المدرسة ومن المجتمع القريب للطفل صحيح سلمامون أكتر المشاكل يمكن عند الأطفال وحتى عند الأمهات كيف ممكن تتعامل مع هذا الطفل كيف ممكن تقوم هذا السلوك شو السلوك الصحيح للأطفال طبعا فجأة أحيانا أطفال بيصير عندهم هاي المشاكل بيصير عدواني بتصرفاته مع زملاء أو بالمدرسة يمكن مع أخواته حتى بالبيت بجوز يكون فيه سبب معين سواء بالمدرسة أو البيت لنحكي أكتر عن هذا الموضوع وشو أسبابه وكيفية التعامل مع هذول الأطفال لنحكي أكتر عن هذا الموضوع معنا ضيفتنا عائشة دليبيق الشاش شو ماجستير حماية الأسرة يسعد صباحك وهلو زهلا فيك صباح الخير لأيكم ولكي اللي عم يحضرنا إن شاء الله هيك إيام بليانة خير والسلام وأمانة الجميع إن شاء الله يا رب خلينا نبلش معك عائشة كتير بنسمع عن أعراض متشابهة هل مشاكل سلوكية للأطفال بعمر معين أبرز هاي الأعراض اللي هي العدائية أو أنه الطفل بيصير عدواني وبيتغير تصرفاته خلينا نحكي شو هي أبرز المشاكل السلوكية واللي بتتشارك بها الصفات تماما المشاكل السلوكية هي شي طبيعي عند أي طفل هي مترافقة مع مراحل نمو متنوعة وكتيرة وممكن تكون مترافقة مع أطفال عندهم مثلا صعوبات في عندهم إعاقات نمو في عندهم اضطرابات مثل أطفال طيف التوحد مثلا منلاقي كتير عندهم نوبات غضب منلاقي إزاء ذات منلاقي ففي حسب إذا كان عندهم إعاقات مثلا ممكن تكتر المشكلات السلوكية وفي عند الأطفال اللي من دون إعاقات ممكن تكون مشاكل طبيعية اللي منسمعها من كل الأم يعني مثل كذب خجل سرقة عدوان إزاء ذات مثلا عند المراهقين أو ممكن تروح لانضمام لعصابات يعني شلل مثل ما بيقولوا ممكن تكون أنسي هروب من البيت من المدرسة فبتتنوع كتير حسب كل مرحلة عملية وحسب الطفل طب إذا بنا نحكي عن السبب الأساسي اليوم لحتى بيصير الطفل عدواني إذا ما كان عنده أي إعاقة معينة خلينا نحكي شوي أنه مثلا ممكن البيت ممكن أنه عم يحضر شيء مثلا على شاشة التلفزيون أو على الموبايل أو المحيط اللي عم يتعرض له بالمدرسة أو الدلال الزايد مثلا للأهل ممكن يخلي هذا الطفل يصير مثلا عدواني جميع هذه العوامل المجتمعة اللي ذكرتي يا حضرتك ممكن تكون أسباب لظهور السلوك العدوانية عند الأطفال بداية قبل ما يكون نعرف كيف بدنا نتعامل مع هاي السلوك العدوانية نعرف شو السبب ما ذكرت يا حضرتك يعني كل سلوك بيقوم فيه الطفل فيه حاجة وراءه حاجة غير ملبات يعني قبل ما أسأل أنا كيف بدنا نتعامل مع هذا السلوك أسأل أنا ليش ابني تصرف هذا السلوك هل يا ترى في عنده حاجة لجذب الانتباه وهنا بده يجذب انتباه هل يا ترى من الملل هل بيمسك الموبايل في مشاهدة تعنف وعم يقلد فكتير أسباب ممكن تعمل هذا السلوك العدواني بعد ما هيك باتجه بقى أنا شو بدي أعلم ابني وهذا هذا السؤال بسأله وفورا تماما بسأل حالي هل عمر ابني بناسب اني أنا أعلمه هذا الشيء اللي أنا حاب بيعلمه وعلى أساسهم بيجب طيب عائشة كمان آخرين نحكي عن فكرة كتير مهمة أنه بس نشوف هاي نوبات الغضب أو العدوانية في كتير أهل بيحاولوا يقمعوا هذا الشيء بدل ما يحاولوا يستوعبوا أنه هذا أكيد التغير السلوك المفاجئ فيه ورا سبب ويحاولوا يعالجوا هذا السبب شو بتنصحي الأهل بهذه المرحلة كيفية التعامل مع نوبات الغضب هلأ نوبات الغضب هي فرصة لتطور دماغ الطفل هو عم يعبر عن شعور الغضب اللي هو شعور طبيعي عند الإنسان بس بطريقة غير مقبولة فهو مثل ما نشوف أي بالغ بيكون بعصد نحن نقدر نحكي معه أو نهدي أو نقول له كلمات معينة حتى نهدي للشخص البالغ فتماما نفس هذا الشيء للطفل فحتى يروق الطفل وحتى يهدى أنا ما بدي أنا أتصرف وحكي ووجه وعمل تحليل منطقي أنت عملت هيك لأنك هيك ما لازم تعمل هيك هو أصلاً ما عم يسمعه في نواق العصبية فيه رومونات على بهذا الوقت فهون أنا لحتى يهدى الطفل وممكن يروء وممكن يشرب ماء وممكن يهدى وياخد زاويته لحاء هون بقى أنا بتجي فرصتي أنا لحتى يجي ناقش وحلل وشوف شو صار وكيف لازم يكون طريقة تعاملنا مرة تانية تلافياً لما يعيد هاي النوبة فكرنا أن المشكلات العدوانية أو نوبات الغضب تختلف حسب الأعمار لكن شو أبرز الطرق اليوم للتعامل مع هدول الأطفال وخلينا نقول يمكن المراهقين غير الأطفال الصغار قلونا تعامل معين اليوم يعني ممكن الأهل يعجزوا أنه يتعاملوا خصوصاً مع المراهقة هل دور الطبيب النفسي أو المرشد التربوي أهم من دور الأهل بهذا السلوك؟ دائماً دور الأهل هو الأهم على الإطلاق الدعم النفسي والدعم الاجتماعي والمساندي دائماً أن الطفل يأخذ من أهله هلأ لما بيكون هذا السلوك العمي يقترفه الولد عمي يؤذي إنت برجاء أنا لأدخل أكيد ممكن للسلوك أنا بدي دخل ووجه وتابع وتصيد أخطاء للطفل لكن لما بيكون هذا السلوك عم يسبب ضرر وأزى عليه أو على الآخرين أو عم يمنعوا من تعبير عن احتياجه ومن التواصل هون أنا يفترض أن تدخل في حال أنا الطرق اللي أنا عم أتعامل فيها عادة ما عم تجدي نفع هون برجاء لأستشارة تربوية وإذا كان ممكن إرجاء لأخصائي نفسي في حال كان الوراء عامل نفسي مثل مثلا أنت بول لإرادي وليكن ونفينا الناحية الطبية مشاكل بولية ما فيه اضطراب عصبي ما فيه فإذا كانت القصة مثلا ناحية نفسية هون أنا برجاء لأخصائي نفسي لحتى نتابع مع بعض ببرنامج تدخل وعلى أساسه ممكن المهمة شوي شوي لحتى هيك تكون خبرة بصير هي بتتعامل مع بقية السلوكيات من نفس المستوى أكيد طيب خلين اليوم بعض الأهل بيتركوا للطفل مع الأخ الأكبر أو الأخ اللي بعد اللي هو المراهق بيكون بقلب العائلة مع الطفل كيف فينا كمان نوجه المراهقين للتعامل مع أطفالهم بقلب العائلة مع أخواتهم لأنه هذا كمان جزء مهم يعني تم الحديث عنه أنه كمان هذا له دور برد الفعل على كيف ممكن يتصرف مع العدوانية هل بيضربوا هل بيسكوت هل بيوجه نصيحة بتقصدي المراهق يتعامل مع أخو الأصغر منه ذكرتي نقطة كتير مهمة وشكرا لإليك لأنه المراهق تحديدا لما نحن منعاملوا كأنه طفل مثلا أنه ما عم نعرفه عم يكبر ما عم نعرفه أنه صار شاب مرات منعاملوا أنه صار شاب ما مقبول منك هذا التصرف وما تدخل بأخوك مرات منعاملوا أنه أنت الأخي الكبير وأنت إفاق شوي فيه أكيد كتير منيح أنه نحن نشركه لأبننا المراهق بأنه بالمساهمة مع بقيت أخواته يعني مو بيتربيتهم ما بالضرورة تربيه لأنه ممكن ياخد دوره المتسلط دور أنا الكبير دور أنا السماعلي كلمتي وخصوصي أنه هو بمرحلة عم يمرق لحتى يظهر استقلاليته وخرق القواعد وهي القصص اللي هو بارز موجود فهون أنا ممكن رشده أنه أي أوكي ممكن تابع أخوك بدراسته مع تحميل بعض المسؤولية مكاملة لما يكون عبئ كمان على هذا المراهق واشراكه باتخاذ القرارات بالمشكلة اللي عم نعاني فيه مثلا ممكن نحكيه قدام الكل ممكن نحن ندخله شوي شوي فهو ممكن يصير يساعدنا بهذا التوجيه أخو الأصغر منه التوجيه هو ليس تربيه لكن أحيانا نلاحظ في أطفال يعني خلينا نقول بي عمروا 12 و13 في منهم يعني فينا نقول دخلوا بمرحلة المراهقة أو بداية مرحلة المراهقة ببلشوا يتصرفوا تصرفات عدواني أو بيصير عصبية زايدة سواء بالمدرسة أو البيت حتى إذا كان فيه أخ أكبر مثلا بالبيت ما بده يسمع الكلمة أخو الأكبر أنه هو الكبير أو مثلا أنه صعب التعامل تماما خصوصا أنه بهاي المراحل بهاي المرحلة بيصير عصبي ما بتعرفي شو بده كيف هون الأهل أو دور الأم خلينا نقول أنه بدأ تمتص هاي الغضب والعصبية يعني حتى في أطفال ممكن يتحولوا أنه يضربوا شي بإيدهم أو شي يعني فجأة صاروا هيك أنه ما كانوا هيك تماما هلأ مرحلة المراهقة هي مرحلة يعني بين الطفولة وبين الرشد يعني هي مرحلة حساسية مرات بتحسيه عن جد شخص راشد عم يعطي رأيه ومرات بتحسيه عم يلعب مع الأطفال وعم يتقاتل معهم كمان بنفس الوقت فهي مرحلة يعني ممكن كمان تسبب له بعض المشكلات هو هون لسه دماغه ومانه كامل شكل كامل يعني فهو ممكن يلجأ لسركيات يغلط فيها ويلاقي عواقب من المحيط فهو ممكن تسبب صراعات بينه وبين أهله وبينه وبين الأقران والمدرسة فأكيد نحن أنه توجيهه ومناقشته وحواره ومتابعة معه يعني ممكن بيقوله مثل إذا كبر ابنك خاوي صحيح فهون أنت ممكن نخصص في وقت معين أنا وأبني نطلع نمشي مع بعضنا نعمل برنامج بالبيت هيكي في كسر من الروتين يحس أنه هو في عنده حدا يلجأ له حدا يحكي له حدا يكون معه مو ضده فهون أنا بدي أتفهم أنه هو في تغيرات مو بس بيزيولوجية مو بس عم يطوال وفي دأن عم تطلع أو في صبية هيك عم تنو لا هو فعلا في تغيرات نفسية بدنية بيزيولوجية من كافة النواحي فأنا أتفهم هاي المرحلة وعلى أساسه أتعمل وبهاي المرحلة تحدينا في خرق للقواعد فيه هو بدي يبرز بدي يفرجي يمكن أن يقتنع بالفكرة اللي أنت عم تقولي فيها بس ممكن هو هيك يعني من باب أنه أنا موجود فأنا خالف تغير فينا نقول أنه هاي المرحلة بيمروا فيها الصبيان والبنات ولا بتختلف بين الصبي والبنت بيمروا فيها الصبيان والبنات المرحلة المراهقة تنيناتون تختلف الشدة والوجسلوك بناء حسب البيئة وحسب الثقافة حسب المقبول الاجتماعيا البنت ما لازم هيك تعمل مثلا الصبي هيك بيعمل فهيك ممكن نكتسبة من المجتمع أكتر بس لكن المرحلة والسلوكيات والنمو هي واحدة بوهي هاي أكيد طيب خلينا نحكي عن فكرة أيضا مهمة كتير من الأهل بيحسوا أنه في عنا مشكلة مع هذا الطفل أو حتى المراهق ولكن إلى الآن للأسف مع كل هذا التطور ومع كل الحملات التوعية ومع كل حتى اللقاءات اللي تطلع بالإعلام بيضل أنه استشارة أخصائي اجتماعي أخصائي التربوي هاي النفسي ما بنوصل له أبدا يعني الطبيب النفسي كتير ما بيوصل له أنه بيعتبروها وصمة عار للأسف فبيكون كتير قليل هون ممكن نلجأ لحل بديل أنه الأهل هنن يشرحوا للأخصائي وهنن ياخدوا النصائح وينفزوها وينت المرحلة اللي لا نحن لازم نتعامل مع الطفل أو المراهق بشكل مباشر تماما ذكرنا من شوي لما بيكون السلوك عم يعيق التواصل ما عم يقدر يعبر ولكن في خجل الخجل مقبول ومشاعر كتير وحاسيز كتير مقبولة وطبيعية بس لما عم تمنع مثلا للصوية أنه هي تروح الحمام بالمدرسة مشان ما تخجل هون يفترض فيه لما السلوك عم يصير فيه أزا فيه معيق هون يفترض فيه تدخل الآن التدخل فعلا وصمة طبيب نفسية نحن بس نقول طبيب يعني أدوية والأدوية كمفهوم خاطئ أنه رح تعمل إدمان وأنا ابني ما بده وما بحاجة لا كتير طبيعي عرضه على أخصائي أخصائي هو ممكن يرشدنا حتى استشارة تربوية المواما لما عم تحكي هذا الشي مرة عمرة مرة عمرة رح تكون الموضوع هي هي بس تقتنع أو تعدل اتجاه هذا الشي أنا لما ما عم بقدر وليكن طبخة أنا لما ما عم بقدر أعرفه ما بفتح يوتيوب وبتعلم فهير تماما نفس الشي أحيانا سلوك والطفل مانو واحد زائد واحد يساوي اتنين مانو التربية كيميا يعني تحطي شي بيطلع كل طفل شي وكل فنية ممكن ما تزبط مع هذا الطفل تزبط مع هذا الطفل فاستشارة أخصائي كتير حالة طبيعية لهيك نحن نشتغل كتير على التوعية بهذا المجال خلينا نحكي اليوم عن دور المديح سواء بالمدرسة أو بالبيت هل هذا المديح بيخلي الطفل يصير شخص مدلل ما بقى يسمع الكلمة ولا ممكن يفيد خصوصا الأطفال اللي عندهم هين وبعض الغضب تماما المديح هي فنية تعزيز تستخدم وإلى كتير نتائج فعالة باستمرار السلوك الإيجابي يعني سواء هو عنده عادة منيحة وأنت عم تمضحيه في استمرار السلوك الإيجابي أو بتعديل السلوك المانو مرغوب اللي منسمي مانو مرغوب أو سلوك التحدي أو سلوك الصعب بتختلف تسميته فالمديح بس يكون له شروط يعني يكون فوري بعد حصول عمل وظيفته عمل شي رتب البيت مدحته أكيد ما بعد أسبوع فما رح يكون له نتيجة يكون عم تمضحي التصرف وليس الشخص يعني ما تقولي عائشة أوية أنا رح يجي وقت ويكون ماني أوية رح يكون أنا تصرفت بهذه الطريقة فمعناها أنا شطورة يعني نذكر بدقة شو تصرف بتحس السلوك وليس الشخص ودائما نحنا لما نمدح يعني ممكن نفرجي للعالم يعني بيحب الولد إنه هيك ابني ساوا هيك ابني عمل ما نقع بأخطاء بالمديح مثلا نقول إمتى عملت هيك كتير مميح بس هاي البس مدمرة خلينا هلأ بالسلوك اللي عمله خلينا أنه رتل رتب تيابه بالأخزاني يعني كمان نحدث بدقة بس ما طلعت لا ما في داعي فما رح تطلع منه مدلل لو استخدمناه بطريقة كتير صحيحة ونوعنا بالفنيات مو بس بمديحة أكيد كمان العقاب يعني كمان العقاب بطريقة خاطئة أو بطريقة غير صحيحة كمان بيأثر على سلوك الطفل نحن نعرف هاي نظرية الثواب والعقاب قدش مهمة إيمة الأهل يستخدموا العقاب وإيمة يستخدموا الثواب ولكن أوقات كتير بيكون العقاب موجه لسلوك رتفعل مثل ما بيقولوا وأوقات كتير بيكون مضبوط ومضبوط وهو ضروري يعني لحتى تضل فيه حدود يعني شو رأيك بالموضوع تماما هالعقاب يعني بتختلف الآراء فيه كتير لأنه العقاب يعني له نتائج غير محمودة فأنا علم الطفل عواقب الأمر وليس العقاب يعني المراهق لما تتأخر عن البيت ما ممنوع تتأخر عن البيت وإلا بكرة ما رح تروح أفلان مطرح لأنه رح تتأخر عن البيت وبالتالي رح تقل فترة الراحة لأنت رح تنام فهيك يفهم أنه فيه عاقبة للأمر وليس عقاب استخدام العقاب بطريقة مؤزية رح تأثر فيما بعد العقاب آني بالأخص لما بيستخدموا العقاب الجسادي الضرب وهو كتير ممنوع وما في يعني هو بنفس التوقيت ممكن عن جد لجأنا للضرب أو العقاب بنفس الوقت تتحسن الطفل وخلص مشي مثل ما بدك بس لبعدين العواقب ممكن تكون متعبة إلو نفسيا فاستخدام الوسائل في مئة وسيلة تعديل السلوك غير العقاب وهو بيصير الحال وبيحط وسائل ضبط ذاتية أنا رح أعمل هيك لأنه هيك بيصير معي بس افهم القرار اللي اتاخذ بس افهم ليش هي الرشاد اللي عم بتصير تماما متما هلا أصلنا نفهم رشادات أهالينا لما كبرنا هذه لو كانت أنه عم نحكيها بحوار ومناقشة ومعلي هي متعبة بس بدأ تعطي نتائج كتير محمودة تمام طب اعتبار عم نحكي عن العقاب يعني ذكرتي مرحلة المراهقة مرحلة الطفولة في اختلاف بين العقاب مرحلة الطفولة ومرحلة المراهقة هو العقاب بشكل عام يعني حتى للصغار يعني دائما منستخدمه الحرمان المصدوب معين لكن أي العقاب تتنوع وسائل ما بين جسدي ما بين توبيخ ما بين صراخ ما بين حرمان حتى الحرمان لأنه هي فنية مقبولة ممكن أنه ما خدت حرمت من الموبايل مثلا لمدة ساعة لأنه هيك بس استخدامها بطريقة دائما أحيانا المومة بتعلق على فنية معينة أنه تعلمت من استشارية من تربوية فأنه بتعلق على هي الفنية فصار الولد أنه أنت عم تستخدم الحرمان بطريقة أذتني مع أنه كانت مقبولة يعني صرت خاف أنا صرت خاف أعمل شيء لأنه نحن ما بدنا نربي بالخوف فالعقاب هيك شوين بعد وعجنب وممكن في وسائل ضبط مع الحزم والجدية بالتعامل مع الطفل نحن ما بالنهاية نحن نعطي قطب آخر يعني أنه ما في عقاب يعني بالنهاية في بالجهة الأخرى أنه دلال وتركي على راحته بس باعتدال أكيد يمكن كمان ذكرتي فكرة قبل شوي بالمديح قلتين أنه أنا لازم أمدح التصرف أو السلوك ما أمدح الطفل نفس الشي بالعقاب أنا لازم عاقب أو زم التصرف اللي هو الخطأ واشرح له أنه أنت تأخذ هذا العقاب من أجل هذا الفعل وليس لأنه أنا بكرهك لأنه كثير من نشوف بعدين أنا بحب بابا أكتر من ماما وحب ماما أكتر من بابا يكون كل شيء مجهود عاملته الأم مثلا بالتربية بروح مع أول شيء بعمله الأم ممكن هو بيدخل على البيت ساعة بالليوم بينزع كل الهاتف لأنه أم تصير اللي عم تصير اللي عم تصير اللي عم تصير اللي يتعاني الأم كل اليوم أكيد فبهي الطريقة نحن مو أنت الموحلو تصرفك الموحلو مو أنت اللي ما عملت مو أنت المو منيح أنت تصرف تصرف ومنحدده عملت هيك هيك لأنه فكان مو منيح لهيك أنا زعلاني مزال منك لهيك أنت اليوم ما رحت معي هذا المشوار وليكن طب باعتبار ذكرنا العقاب وذكرنا المديح المكافأات في كتير أهالي بيلجأوا للمكافأة أنت شبت علامة منيحة في إلك مكافأة ماطية أو هدية أنت عملتها الشغلة الحلوة بالبيت أنت إلك مكافأة هاد الشيء صحيح أم غلط هلأ شوفي مبدأ المكافأات شيء محفز وأمر إيجابي لما بيصير شرط ما بقى فيه إيجابي يعني لما بيكون أنه أنا بيدرس لما بتعطيني هاي مكافأة هلأ تعود تسصل على هاي الأسطة هوني لا صحبة أنت عم تدرس لأنك أنتل بدك تدرس خلص عم ترتب خزينتك لأنه أنت كمان طفل بتحب ترتب تيابك وتكون يعني تصرفاتك حلوة فدائما أنه معلش نخفف لما بيكون في مكافأات عم عطية بكثرة فأنا هون انتبه لهذا الموضوع وصير خفف منه ما بقى يعمل شيء لشو بيطلع لي شو بطلع لي شو بطلع لي وهي شغلة بتكبر حتى مع الوقت ما بتضل بس على سلوك نيات نحن بنهاية لا نعدل سلوك الطفل لأنه حتى نعده للحياة المستقبلية بالنهاية الحياة ما رح تعطي كل شيء بديه ففي خسارة وفي ربح ما هيك؟ في خسارة وفي ربح نحن ما عم فيه محاك اجتماعي وسلوك مقبول اجتماعيا أكيد بس حتى ما يواجه مشاكل بتصرفاته فلا هيك نحن نرجع لتعديل السلوك واستخدامه بهذه الطريقة وممكن نطلع الطفل لأنه أنا بدي مثل ما كانوا يعطوني أهلي ونحن صغير وكتير عملاء إياه نحن هلا فراحة يعني الاختصاصية التربوية يا عائشة بنا نتشكرك على وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي قدمت لنا هاليوم شكرا ليلة اشتركوا في القناة